اهلا وسهلا فيكن مشاهدينا بحلقة جديدة من شيء جديد بدي رحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا بيه هيدا الحلقة وخاصة موضوع كتير مهم بهم كل السيدات وبهم العيلة ككل خليني اقول الرجل والامرأة العنوان حلقتنا لليوم هو كيف بتم تحضير الامرأة الاجنة المجمدة وبطريقة تكون في اسئلة كتير بتطرحوا حضرتكن لهيدا الموضوع تحديدا يوم مع دكتور غسان عزار جراحة نسائية عقم وتوليد رح نتوسع بهيدا الموضوع وخاصة عم نحكي اجنة مجمدة اهلا وسهلا فيك معنا اهلا وسهلا كل شي على زوءك كله تمام شفتوا كيف والله شفتوا كيف والله شفتوا كيف حلوة كتير شفتوا هيدا المودة عم نتبع انه بتكون كل بس ما فينا نفرجها للمشاهدين مش هتبين بطريقة كتير اكزاكلي شفتوا كثيرا موضوعة مرشي لأيك اليوم الحلقة موضوعة هي يعني عفوان عم بيخد عنك بس انه هالاجنة المجمدة هل هي بتختلف تحضير الامرأة بخلال للاجنة المجمدة عن المرأة اللي عم تعمل فرش ترانسفر يعني اجنة طازة هل في فرق بينتون شو الفرق اللي بيصير مية بالمية رح نحكي بهيدا الموضوع اللي حضرتك ذكرته تحديدا ولكن دايما الرجل له حصة كتير كبيرة مفروض بهيدا العالم الكتير واسع ويمكن ثقافة الرجل انه قبل يروح عند الحكيم ويفحص ويعمل فحوصات مفروض تخطيناها يعني حضرتك قدر بهيدا الموضوع كانت قبل شوي صعب تقوله للرجل عمو الفحص شوف بس هلأ ملنا كتير يعني بابا نشوفها كتير قريب للعائل تبوي يعني انه يا باب نطلب من الرجل القلال كتير الكوبلز اللي بيقلوا لنا انه هيدا يعني صار اغلبية الرجال بحاضر انه يروح يعطي بزري ويفحص السائل المنوي كل شي يعني ويشوف انه اذا سائل تبعهم نيع يعني هيا كتير الرجل بالتعاون فهيدا السؤال قبل ما فوت بالاجنة المجمدة غير الاجنة الطازة مثل حضرتك ذكرت هل في شي بعمر الرجل او عمر الرجل بيأثر على صناعة الاجنة او على نوعية الاجنة دكتور عزار كتير انحكى فيها بتعرفي انه رجال لوقتها بيتقدم بالعمر في كتير رجال بيأخدو يعني صارت العادة انه بيأخدوه النساء من نفس العمر تبعهم ما في عنا كتير ستاديز بتبين انه رجال متقدم بالعمر تجوز واحدة كتير كتير صغيرة ليل هيدولي لمنه نكتار وخاصة ببلاد بره وعم يعملوا استاتيستيكس ودراسة مثل هيدا بتشوفي انه رجال لوقتها بيتقدم بالعمر بيأخد مرأة من عمره شوي من عمره بس انه هي كمان بتكون متقدمة بالعمر تحتى نعرف اذا الرجال عمر الرجل بيأثر على صناعة الاجنة صناعة الاجنة درجة اولى هل بيأثر على الاجنة تعشيش اكتر هل عمر الرجل بيأثر انه صار فيه تعشيش بس بيصير في عنده ترويح لانه هو عمره متقدم عنا دراسات اللي بنشوفها هي من الامراءات الواهبة لانه المرأة الواهبة هي لنساء متقدمين بالعمر بس هي الامرأة هي صغيرة بين عمره سو المرأة الصغيرة كأنه عم تتجوز عم نقول تقريبا عم تتجوز رجال متقدم بالسن وهون عملوا دراسات كتير كبيرة على النساء اللي عملوا اكدو نيشن واهب بالمور وقارنوا هالبزري للرجال متقدمين بالسن مقارنة بالرجال الصغار بالسن هل انه هالرجال البزري تبعيتهم تبع المتقدمين بالسن بتأثر هالسائل المنوي على البيوض على نوعية الاجنة على صناعة اجنة درجة اولى على تعشيش الحمل على الامل بيّن انه صراحة بكل الدراسات بالعالم كله انه الرجل ما له ابدا دخلي كتير باذا كانت بزرته يعني اكيد منيحة ما له دخلي اذا كان عمره عمره ستين سنة او عمره ثلاثين سنة وبيعمل صناعة اجنة تبع الستين سنة مع المرة اللي عمرت خمسة وعشرين يعني مع الواهبة اجنة نفس الشي مثل الرجال اللي عمره ثلاثين سنة بيعمل مع واحدة عمره خمسة وعشرين سو نفس النوع الاجنة بيعمل نفس طيب الاجنة يعني كمان المستوى الاجنة هل هنه جيد هل هنه بيروحوا لخامس يوم وبيصيروا مناح هل انه بيعششوا نفس الشي مثله مثل الرجال الاصغر هل اذا حبلة مرته وصار فيه حمل نسبة الترويح عند الرجال المتقدم بالسامنة اكتر لا كلهم هول الاجنوبة لا نحن ما لنا اخدا اي دخلة بهالشي ودراسات انه عملت اكتر شي ببلدين يعني اللي بره بيعملوا اكتر شي ده وهب البيوت سنترز بيعملوا وهب البيوت بالعالم متل اميركا ولندن نعم هيدوري فيهم اه اه هي صغيرة جوازت الجيل متقدم بالسن أو عملت واهب بيوت يمكن لأنه جوزة متقدمة في نساء بيسألوني حتى سؤال أنه أنا لحيأثر شي بذرة زوجة لأنه هو متقدم بالسن عم بيعمل مع واهبة أصغر وصغيرة ولي حتأثرها لنوعية البيوت أبداً ما في أبداً قطر التأسير يمكن كمان هيدا جواب لكل الصبايا والسيدات اللي دايماً عندهم هيدا السؤال مش ضروري بعملية الواهب أمرار تتزوج رجل أكبر مننا فبتخاف يمكن من هيدا بيحبوا يمكن ياخدوا واحد متشور أكتر نعم بالضبط وبيكون متقدم عنهم بعشرين سنة وخمسة عشرين سنة وبيخافوا أنه يكون فيه هالشي يؤدي إلى الظهور أجنة مثلاً غير طبيعية حتى بالحبل الطبيعي يعني حتى بالحبل الطبيعي كمانا بالحبل الطبيعي إذا هو تجوز واحد صغيرة وصار فيه معاشرة بوقت الإبادة وجميع بوقت الإبادة هل أنه هالشي كمانا الدراسات بيانت أنه أبداً بذرة الرجل ما بتأثر لا طبيعياً ولا بتوفل الأنبوب على أي شيء بنوعية الأجنة ونسبة الترويح ما بتأثر أبداً كل من الهيكي نحن دايماً عم نركز على موضوع تجميد الأجنة للصبايا وسيدات أنه سبحان الله إلى عمر الست بالعطاء هلأ عندي مثلاً مريضة هلأ عندي بس شغلة صغيرة فيه ارتباط بتقدم العمر عند الرجل مع واحد من تشوهات الكروموزومية هيدا بيعني منشوفها أكتر بالرجال وقتها بيصير هيدا ترنر سندروم أوكي كلاين فلتر أكتر وكلاين فلتر هني هولي نوعية التشوهات الكروموزومية أوكي ناتجة عن تقدم بعمر الرجل أوكي هيدا تشوهات كروموزومية بس بس فقط بس مش انه نوعية أجنة أو هيدا وبتصير ودائقة يعني بدلت أكتر انه هيدا ناتجة عن الرجل مش عن الأمرأة لأنه بهالوقت الأمرأة بهيك أولاد بيكون عمر صغير وبتجيب هالشي تبليش جابت هالشي قالوا انه من ورا عمر الرجل بس نوعية أجنة بطفل الأنبوب إذا عملنا تحديد جناز مع دراسة الأجنة إنه نشوف إذا أجنة نضيفة أو مش نضيفة إذا في تعشيش للحمل أكتر لأنه من خاف نحن أنه الرجال المتقدم السنة ما يكون عم بيعشيش هالحمل مثل واحد رجال صغير لا نفس الشيء ولا حتى نسبة الترويح تمام هيك كنا واضحين لكن بهيدي النقطتين اللي ذكرنيها دكتور عزار في سؤال كمان بحلقات سابقة يمكن كمان حاسوا الناس أكتر كلمات عن تجميد الأجنة مثل كأنه عم بتقول أنه تجميد الأجنة أفضل من الأجنة الطازة مثل ما حضرتك ذكرتها لأنه هلأ كمانا لازم تعرفة أنه ببلاد بره يعني أغلب البلاد الأجنبية مثل أمريكا و لندن و فرنسا نسبة نسبة طفل الأنبوب بأجنة مجمدة أكتر بكتير من نسبة طفل الأنبوب بالأجنة الفراش هايدي صارت معروفة يعني صارت معروفة بتعرفين إحنا هون بعدنا بلبنا في مراكز بيرده ثلاث أجنة وأربعة أجنة لأننا في المركز لدينا نرد أبداً 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 أكتر من أعبوب أجنة والتريند في مكان في أحد الأجنة فأفضل أحد أعباً يعني ليس لديهم أمر أكتر من أعبوب لأنه لا يريدهم تعملون أنهم يحبونوا بالأجنة لا يريدهم أن يعلقوا بالأجنة وإنهم أنهم تعملون القبير يعني منذ أن يكونوا بالأجنة، والطوأم لأنه يؤدي أنه هناك فأواتب لأجني وبالأخير إنه كانت على جنين ستضطي بشرات الرحم يجب أن يعشش إذا كان واحد ويجب أن يعشش إذا كانوا اثنين أو ثلاثين لذلك أخذوا القرار أنه لا يزيدوا المشاكل عند هالنساء وقرروا أنه بس يردوا واحد هلأ، ليش؟ أول شيء سؤالي كوي كيف تحضيري للأمرأة؟ لا أكد عم بتستوضح بس نقطة أنه بحلقات كنا عم نحكي كثير عن الأجنة المجمدة مش الأجنة الطازة صح فهل يعني كأنك عم بتقول للناس أنه أفضل؟ هيدا السؤال بالصراحة، بالصراحة إذا أقول لك إذا مناخد استاتيستيكس أنا عندي مثلا على السنتين أو ثلاثة الماضيين اللي موجودوا عندي عندي نسبة نجاحات إذا ما عم بدي أقول لك أفضل نفس الشي يمكن شوية أحسن بالأجنة المجمدة شو بيختلف؟ يعني ليش اليوم عم نقول بهذه النقطة؟ بيختلف هو السم والتوكسيك ماتيريال اللي بتؤدي إنه الأجنة المجمدة بتعمل نوعية سم لأنه أنت الأجنة الفريش عم نهيج الموبيل عم نعمل كتير بيود هالبيود اللي عم نعملها فيه هرمونات موجودة هالهرمونات والكيميكال الموجودين بأسره على بطانة الرحم ممكن يصير فيه شوية سم بالبطانة وما يعود الأجنة تعشش متل ما أنه عم تبلشية أنت بسايكل توتولي نايم متل بحر نايم وعم تروح تتصيّد بحر نايمين بضحر نظيف ورواء بينما عم تروح تتصيّد بحر هايج هيك إجزاكت نفس الشيء يعني تقريبا نفس الشيء لأنه ما فيه سموم ما فيه اشيّ عم بتكون عم بتأثر عليّ ما فيه سموم أبدا موجودة داخل الرحم تتمنع تعشيش الحمل مشان هيك بتشوفي مرة عاطت بيض كتير عملت أجنة حطينا لها اثنين ما حبلت بس عندها أجنة صارت مجمدة رجعت ردينا لأجنة المجمدة حبلت ليه؟ عملوا دراسيات كتير بالعالم وشافوا أنه سموم اللي بتحدسها تهييج المبيض بخلال الفراش أمبريوز الطازة موجودة وهيدي بتأسر هالكوميكالز بأسروا على تعشيش الجنين داخل الرحم مية بالمية طب فيه سؤال كمان فيه صورة بتبين يعني في كتير صبايا وسيدات خاصة بخافوا يعني أنه طب شو بعرفنا أنا أنه الأجنة مضاف مناحة شو الإشياء أو العلامات اللي بتشوفها حضرتك اليوم كطبيب بتقول أجنة منيحة وهيدي الأجنة شو منيحة سعى نحنا كتير مهمة كيف بنحضر المريضة يعني تحضير الأمرأة بطفل الأنهوب بالأمرأة بطفل الأمرأة غير عن المريضة اللي بتعمل رد أجنة بالأمرأة بطفل الأمرأة بالأمرأة بطفل الأمرأة بطفل الأمرأة بطفل الأمرأة بطفل الأمرأة كيف بنحضر هايدي بطفل الأمرأة بطفل الأمرأة هلا بالأمرأة بطفل الأمرأة بالأمرأة بطفل الأمرأة بركة تروح، بركة تضادة المفاصل أو تجليد بالدم، يمكننا أن نعطيها لهم مرتاحين لأننا لا نحن لديها عملية، لا نحن لديها شيء ثم نبدأ من ثالث يوم دورة، آجتها الدورة، ثالث يوم نبدأ هذه الأدوية، من نعطيها لهم على أسبوع 8 أو 9 يوم، نقوم بصورة هذه الصورة يجب أن تأتينا البطانة، هذه الرحم، وهذه بطانة الرحم، يجب أن يقوم بطانة الرحم بطانة ثلاثة زياح، ثلاثة زياح حلوين يعني يكون الرحم حاضر ومسمك منيح ليتلقى حبق، هناك دراسات اختلفات، هل أن البطانة إذا 8 ميلي أو 9 ميلي أو 5 ميلي أو 6 ميلي؟ يجب أن يجب أن البطانة إذا 5 ميلي حتى 6 ميلي مثل البطانة 8 ميلي يعني عندما قلت ثلاثة زيوح، أعطيت هذا المثل، دغر إشت ببالي، يمكن أن السؤال يطرح، مشكور سبقتني، أنه بركة لم تكن ثلاثة يعني يمكن أن نفس الشيء مثل ما حدثك، كان 5 ميلي، وبركة كان رئيئة البطانة ياما وياما، لارا، صايدة معي، وما برد الأجنة، لا بردهم، لأنه حرام تجي تحطيها للمريضة توقف البروستجر كله، يقول لنا لدينا نعيدها مرة أخرى، كثيراً، يعني كثيراً مشاهدين عندي يقول لهم، وقفتها، لن أريد أن أردكم بطانة ممنيحة، هنا ساعتها نتحدث بها بحلقة ثانية، ما نفعل إذا كانت البطانة رئيئة، هل نخضع لشيء عملية ثانية لنشوف نستكشف؟ إنه ليه مش عم تسمك؟ ليش عم بسير عشيء؟ بزرح نحكي فيها بغير حلقة، بس هلأ هي عم تاخد هالعلاج، لازم تجي بعد ثمانة يام من العلاج، تسعة تيام، نعملها إيكو، منشوف على الصورة عندها ثلاثة زياث حلوين، سماكتهم حلوة تتراوح بين هلأ يعني هني بالدراسات آيلين ستة، بس أنا صراحة ما بردهم أقلنة سبعة، ثمانة وعشرة ميليات، بتكون بالسيف سايت بالأمان يكونوا مناح وسبيك البطنية، هلأ هون بتتوقف كمان كيف أنت مجمد الأجنة، كيف مجمدتهم بوقتها، هلأ مجمدتهم على تالت يوم تجميد أو خمس يوم تجميد، دراسات بيانات، في كتير مراكز بين لبنان وبالعالم، بعدهم عم بيردوا على تالت يوم، إذا بيلك أنا يمكن صلي شيء سنتين، ثلاثة، ما عمرت قليل كتير على تالت يوم، إلا إذا كان عندها بيود كتير قليلة، صحة، إلا إذا كان عندها بيود كتير كتير قليلة، إذا كان عندها بيود كتير قليلة، مشبورين يعني أو أجنة كتير قليلة العدد، بنردهم على تالت يوم، هلأ إذا مجمدين الأجنة نحن على خمس يوم، كتير بهمة وقتها بتوصل اليوم، شو بنعطيها علاج لنسميك البطنة، بنعطيها أستروجن، دواء أستروجن، لهو هرمون، بنعطيها دوز عالية، من تالت يوم للعاشر، نعمل صورة، هل بنعطي عشرة يوم، كمان في درسات، أو بنعطي 12 يوم، أو بنعطي 15 يوم، هل بأسر اليوم؟ لقوا أنه ما في إلى أهمية، وانس بتشوفي أنه البطاني صارت منيحة وحاضرة، نحن صارنا ناح وحاضرين، وفي فحص هرمون، نعمل لياه، لنشوف أداعي للأستروجين بجسمها، ساعت وقتها نشوف أنه صاروا البطاني حاضرين، وعننا أجنة مجمدة، يمكننا أن نترم الوقت أمتى بدنا نردهم، يعني حسبي مثلا بعد عشر تيام شفناها، وصارت البطاني حلوة، بدأت تاخد بروجستيرون، دواء اللي بنعطيه، يعني نحن من شابه كثير السايكل اللي عم نعطيه نحن على السايكل الطبيعي، على السايكل كيف سايكلها للمرأة الطبيعي، شكل طبيعي إذا عمتت حتى، الدورة الشهرية الطبيعية تبعيتها، من نعملها مرر، يعني مثل المراية، من نعملها نفس الشيء، ساعتها منعطيها بروجستيرون على مدة خمس أيام، لأنهم جمدين أجنة على الخامس، لو ثلاثة أيام، نعطيها بس ثلاثة أيام بروجستيرون، ونهار اللي بدنا ندوي بالأجنة، هون لب الموضوح، لدينا ثلاثة أجنة مجمدين، مجمدين بخامس يوم، مجمدين اسمهم بلاستوسيست أو بلاستوسيست، أو بلاستوسيست، صاروا حاضرين، كثير مهمة نعرف كيف وقت دوبنا، هل ضلوا ثلاثتهم بلاستوسيست، أو واحد وقف، اثنين مشيوا، اثنين وقفوا، ما منعرف، لذلك أغلب الزن، إذا كانوا أجنة منيحة، وجمدينهم بطريقة كويسة، والمختبر جيد، سيكونوا نفس الشيء، سيطلعوا نفس الشيء، يعني مثل ما جمدنا، سنجدنا، مثل ما نجدنا، مثل ما نجدنا، وهون بترديها إيهن للمريضة، هون عندها شخص المريضة، 75% شخص الحمل، إذا كل شيء كان، كمانا مثل ما قلنا قبل بحلقة، طريقة رد الأجنة كيف انعملت تحت الصورة الصوتية هي مهمة، لذلك، كثير مهمة أنه نعطيها علاج وأدوية تشابه الدورة الشهرية تبع الأمرأة بحياتها كيف بتصير؟ يعني بتمشوا كتير حبيت فكرة المرر الكاميرية، يعني بتعملوا نفس البروستيجر الطبيعة بالحياة بتصير لحالة، وتطير خلو سؤالك، هل إذا المريضة ما عندها بطانية حلوة بتردل إيهن أبدا، لا، لا، لأنه ملح تحبل، لا تحبل، لا تحبل، هلأ، في عقاقير فينا نعطيها بتساعد بكمية الدم تفوت أكتر على الرحم، بتساعد بالتعشيش، مثل، هيدا عم تحكي قيمتا، بس حضرتك من الأشخاص اللي بيلغوا، يعني خلص بتقلها ما تعملي، لا، هيدا هيدا منعطيها إيها بوقتا مبلش، بوقتا تتبلش، يعني نحنا عاملين حسابنا إنه هالمرة بركة ما يطلع لها بطانية حلوة، مية بالمية، أو هي جاية من السفر، بتعرف كتير نحنا بيجينا من بره ناس، ما نحضرهم، بهمنا إنه تكون البطانية،، فبتأخذ عن الاعتبار، السركمستانس كلها، صح، وكتير مهمة هيدا شغلة بدي إلكها على الهواء، إنه الحكيم لازم ما يحط حاله هو إنه أنا ياما وياما بيجي نهار أحد برد أجنة، لأنه ما بدي إلعب يعني ما يحط هو راحته الشخصية على نجاح العلاج، لأنه في طفل الأنبوب، كتير من يفرق، يمكن نص ساعة تفرق، صح، بشن هيك نحنا ياما كتير من نعمل سحب الأحد، سحب البيود الأحد، تلقيح الأحد، لأنه مع أنه الأحد هنا فرصة لأننا ويجبنا نرسح، ولكنه حرام تقوم برد أجنة، وتأثر على نتيجة النجاحات، ترغيطها للمريضات، مئة بالمئة، يعني مشيت بروسيدجر مش هيني، يعني اليوم حضرتك أنت عم تحكي بالموضوع، عم تحكي بطريقة سلثة وهي هيني، يعني عم بحكي أنا هيني، طبعا بعلم وبخبرة عم تحكي فيها، بس أنا أصادت مش هيني بموضوع إنه تعب نفسي وجسدي، وكل هالبروستيجر، فإخي شي تكون في هيك حلقة ناقصة أنت ما بترين، فكر مل هيك لا أحد ولا ثبت ولا تنين، يعني دائما على الوقت المصبوط، كتير مهمة الترمية مصبوط، نعم، نعم، وتعطيها مصبوط، لتعطيها حقا، لا تخلي أنت يعني أولوياتك إليك أبدا، لأنه بتشوف تقري بالجوجل، وتفوت على جوجل، بتشوفي أنه بترمي حسب وقته الحكيم، وحسب ما هو بده الحكيم، لا أحسن، لا ما تنعمل هيك لأنه يعني إذا المريضة حاضرة، رد الله الأجنو، إذا الرحمة حاضر ومنح، ما بتعرف شو هيصير إذا زبت إلى العلاج، أو إذا أللت إلى العلاج، مزيد أخو ناقص به الموضوع، ما بتعامليه بوقت مش مناسب، هلأ كنت عب بحكي عن الأدوية، مثلا في مثل الفياقرة، اللي بيأخذون الرجال، بنعطي أحيان للنساء، لحتى تزيد كمية الدم على الرحم، بتصير البطاني بيجيها، بيجيها دم أكتر لجوه، بيصير تعشيش الحمل أكتر، مثل الأسبيرين، مثل الإبرمسيلة للدم، هيدوري بنعطيهن، أيام بزيدوا بأمل تعشيش الحمل، هؤيدوري علاجات، نعطيهن دات والهلب، أكيدة مثل ما قلنا كمانا قبل، إذا عزنا شفنا إنه الجنين، بدوا إنه الزونا تبعيته، غيليفه قاسي، ممكن إنه نعمل له يعني حفرة بالليزر للأجنة، لحتى يعششه أكتر، هيدو عينتا، هيدو عينتا، هيدو عينتا، هيدو عينتا، هيدو عينتا، بيبين للمختبر، إنه الزونا عندها سميكة، ساعتها لأ، إنه أحسن نعمل له حفرة، هيك بتساعد أكتر بالتعشيش، وكل هيدو لي، ما لازم تكمبروميز على المريضة، يعني بهالشي، بالعكس، هيدا الشيء واضح، لأنه حضرتك ذكرت، إنه بحال لا سمح، لكن البطاني مش سميكة، متل ما أنت بدك، اليوم كحكيم، عم بيقوم بهيدا العملية، بتوقف البروسيدجر كلها، وتكون صريح من البداية أفضل، يعني كلنا من اتفق على موضوع طفل الأنبوب، وخاصة الأجنة المجمدة، لأنه هيدا موضوعنا اليوم، تكون صريح الأدى معها للبيشنط، فالبيشنط، أدى بتكون هذه الأدى صريحة دكتور عثار؟ بكل شيء، صراحة أنا ما عندي، لا أنا معروف، معروف، أنا عند حكي لهيدا الموضوع، يعني بيعرفون البيشنط، بس بكت بدي قلك كمان عن نسبة نجاحات طفل الأنبوب، هلأ، في شيء اسمه نجاح أول دولة، في ناس بيجوا لعندي بيسألوهم، يقولوني دخلك أول مرة ما تنجح، ثاني بتنجح، ليس؟ عندهم هالنوشون براسهم، أنه ثاني مرة طفل الأنبوب بنجح، هذا ليس مضبوط، إذا نأخذ مئة مرة، مئة قبل هلأ، نعم، ومنعمل لهم طفل الأنبوب، سيحبل منهم ستين، يعني فيه سكستي برسنت، سيصير في حمل فيهم، إذا كل شيء منيح، وعن نعمل كل شيء في الواقع، ما شين صح؟ يظل فيه أربعين، من هالأربعين، لا، أربعين فاتوا، على المرة الثانية، أربعين واحدة فاتوا، سنة حسنتين حبله، يظل فيه أربعين، أربعين وقت يفوتوا، سيحبل منهم كمان سكستي برسنت، يعني سكستي من أربعين كثير، عالي يعني عمدي حبلوا عشرين، يعني تقريباً، 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 22 أو 23 أو 23 واحدة، لكن لأنه فاتوا أربعين، وحبل ستين بالمئة، لأنه ثاني مرة نفس الشيء، حسنًا، 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 كمولاتف يعني، ماذا يعني كمولاتف بالعربي؟ كمولاتف يعني، كمولاتف يعني، الإجمالية لطفل الأنبوب، بهالقبل، أنت وزوجك، جيت، عملتي مرة واثنين وثلاثة، كمولاتف عنديك 80 بالمئة، بس، كل مرة، عمليك 60 بالمئة، تعملي، يصير فيها حمل، إذا كل شيء بالمكان المناسب، و بالعمل، بالطريقة المناسب، حسنًا، نهار الأحد صحيح، يعني عم تعطي رسالة هون، عفوا، بحذكرك بموضوع المريضة، بس عم تعطي رسالة اليوم، إذا أنا بدي عم بعدتك، أجمع ككل هالأشخاص مع بعض، نتيجة بتكون مختلفة عن أنا لحالي، عم بعملها كاكابل، يعني ما يعمل أسقاط، أنت كاكابل واحد، تختلف نسبة النجاح، إذا عملتها مرة، مرة، أو عملتها ثلاث مرات، يعني، الكومولاتف يعني، إذا عملت مرة، أو ثلاث مرة، أو ثلاث مرة، أكيدة، أكيدة، نحن هنا، وقتها بتنعمل، هلأ، نحكي فيها بحرقة تابقة، أنه مرتين أسقطت هالمريضة، ماذا سقطت، شو بتعملها، شو بيصير، بس أنه، الكومولاتف ساكسس لمريضة، عملت طفل أمبوب، مرة ومرتين، وثلاثة هي ثمانين بالمئة، لأنه، كل مرة، ستين وستين وستين، حسبيهم، معذبات، وفاتت يعني، بعلاجات، وقبار، وأدوية، مانا هنا، وسايكولوجيكال، كثير، العامل النفسي، بالعددور، أيام، 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 المريضة بتاخدها على الحكيم، بلاش، وش صار، ليه ما حبلت أنا، ليه غيري حبل، ما فينا، نحنا بالأخير، كل مهال بعدني عم بقلك، ستين بالمئة، أنه أنا ما في أعمل ستين أو سبعين، يعني هيدا الماكسيموم، بعدنا، أنه في سقوط، في مئة بالمئة، يعني في هيك وفيك، ستين بالمئة، في بعد أربعين بالمئة، ممكن، لا، بدأ تخلها بعين، بدأ تقبل هذا الشيء، بدأ تقبل، دائما أنا بقول للمرأة، أنه حط برأسك، أنه أنت ملح تحبلي، أحسن، لأنه سايكولوجيكالي، تتحمليها أكتر، تكوني عم تبس، إن شاء الله بتحبلي، لحتى ما كنت روحت لك فكرتك، المريضة اللي إجت لعندك نهار الأحد، إجت لنهار الأحد هلأ مريضة، أنت عطيت تسعة عشر بيضة، يعني إذا تشوفي تكون صريحة مع المريضة، صريحة، قلت له تسعة عشر بيضة كثير، لحنا نعمل أكيب تفريزة أجنية، ولحنا نروح على خامس يوم، طلع منهم نفس نهار عشرة، طبعا، يعني نهار تسعة عشرة، طلعوا عشرة، الثاني يوم أصلا بس أربعة، ونحن جبرنا نرد لأيهم ثالث يوم، ما بقى فيها، ردينيهم اليوم، ما بقى فينا نردهم على خامس يوم، ما بقى فينا ناخد هالمجال، بس نحن عادةً، ويقود دائماً أحسن شي عنا، نروح على خامس يوم، نعرف أيهم أحسن أجلني، مجرد، مية بالمية، الفيسبوك بيترخاص فيك على أسفل الشاشة، بيقدر الناس يفوتوا، دكتور غسان عزار، ويتعرف على كل الفيديو، تتعاملها، وتحكيها، وتتخبر الناس، بدي أشكرك مجدداً لحضورك، بدي أشكرك أنك قلت لي حلو سكربينتي، لو وضح لأنه ما نبين على الهواء أنه هاند باينتد، ففيه واحدة مرسومة وثانية مكتوبة عليها، فكراك، للتوضيح لأن الفس سكربينة فردة غير فردة ثانية، فعم نشجع الصناعة اللبنانية بالهاند باينتد، شكراً لك، شكراً لك دكتور غسان عزار، جراحة نسائية عقم وتوليد شرفتنا، مشاهدينا لهون، وصلنا لختم هذه الحلقة من شي جديد، دائماً بقلكم أجمل ما بالحياة هي لولاد، وبس حدا يكون عم يتأخر ليجيب ولد، بعتقدة بتصغر كل الدنيا بعيونه، بس طول ما في أطباء جدارين والطب عم يتطور، إن شاء الله أصوات الولاد هيك، أمل، 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 الأمل الحلو، أصوات الولاد هيك بتكون ملعلعة، خلينا استعمل هالكلمة بقلب البيت، وأكيد إيماننا بربنا، أكيد ما فينا ننسى، أشكركم لحسن المتابعة، موعدنا بجدد بكرة، نفس الموعد فأكون أكتر، إلى اللقاء. اشتركوا في القناة